تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ميدان المؤسسة بشوبرا الخيمة في أعقاب أعمال التطوير وتفقد محلب خلال الافتتاح عملية التطوير في الميدان والتي اجتملت على إنشاء نفق لعبور السيارات وكبر علوي وتوثع لمداخل ومخارج الميدان لاستيعاب الحركة المرورية وإنشاء ثلاثة كبار مشا لفصل حركة المشا عن حركة السيارات وساحة لانتظار السيارات كما تضمن التطوير لعمل تحويلات مرورية جديدة تسهم في حل أزمة المرور بالمنطقة وتيسر على المواطنين والمسافرين المستخدمين لهذا الميدان كما تم إنشاء سوق حضارية حوالي 200 محل تجاري للقضاء على ظاهرة الأكشاء العشوائية والباع الجائلين وموقف عمومي